تحولا رقميا متسارعا في السنوات الأخيرة وقد كان هذا التحول مدفوعا برؤية حكومية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر مشاهدين دعوني أستعرض لكم جهود مملكة البحرين في التحول الرقمي تمثل الحكومة الإلكترونية حجر الزاوية في التحول الرقمي وقد شهدت مملكة البحرين تطوير العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها بسهولة وفعالية مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول هذا وتسعى مملكة البحرين إلى بناء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة الموارد وتحسين جودة الحياة وتشمل هذه المدن استخدام أنظمة إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وخلال السنوات الأخيرة شهد قطاع الاتصالات في مملكة البحرين تطورا ملحوظا حيث أصبح الإنترنت عالي السرعة متاحا على نطاق واسع مما ساهم في دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات كما حرصت البنوك والمواسسات المالية في مملكة البحرين على تبني التكنولوجيا المالية بشكل كبير مما أدى إلى ظهور العديد من الخدمات المالية الرقمية مثل الدفع الإلكتروني والبنوك الرقمية بالإضافة إلى ذلك تم استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع الصحي لتحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل التواصل بين المرضى والأطباء هذا وشهد القطاع التعليمي في مملكة البحرين تحولا رقميا ملحوظا حيث تم تبني منصات التعلم الإلكتروني وتطبيقات التعليم الذكي مشاهدين مملكة البحرين مثالا يحتذا به في المنطقة في مجال التحول الرقمي حيث تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف القطاعات ومع ذلك فإن رحلة التحول الرقمي مستمرة لمواجهة التحديات المستقبلية ترجمة نانسي قنقر